المصائب نعمة لمن رزق الصبر ولو علم المسلم ثواب صبره لأنساه ذلك ألم مصيبته قال تعالى عن ثواب أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في صحيح البخاري يقول نبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى لكل شيء في هذه الحياة أجل ينتهي إليه الشدة الرخاء الحياة الإبتلاء فلا تبتأس بشدة ولا تغتر برخاء قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدره الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس النفس عن المعصية قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق جعلني الله وإياكم من الصابرين إذا هممت في معصية تذكر ثلاثة آيات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ألم يعلم بأن الله يرى ولمن خاف مقام ربه جنتان اللهم ارزقنا الخوف والخشة منك قيل لأعربي إنك ميت قال ثم إلى أين قيل إلى الله تعالى فقال الأعربي والله ما وجدنا الخير إلا من عند الله تعالى أفنخشى لقاءه لذلك إذا كنت ترجو وتحب لقاء الله فلا تخشى الموت ولاستعد له إذا هبط عندك الإيمان وتكاسلت عن العبادة تذكر هذا الدعاء وقل اللهم لا تجعلني شقيا ولا محرومة كرره كثيرا وثق بكرم الله أنت لا تدري بأي شيء سوف تدخل الجنة ربما بدمع باستغفار بصلاة بكلمة طيبة بابتسامة وأهل الهمم العالية يجمعونها كلها فاحرص على كل ما يقربك إلى الجنة البعض يرد عليك بسفاهة وينتقدك بقلة أدب حتى ترد عليه وتجاريه في خلقه الدني والحل مع هؤلاء في قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين من علامات الإيمان التوكل على الله تعالى لذلك اعلم إن كتب الله لك السعادة فلن يسرقها أحد منك وإن كتب لقلبك الكسر فلن يجبره أحد سواه لذلك كن دائما متوكلا على الله تعالى